انتباه انتباه إذا رأيت جسم يتساقط من الفضاء فاهرب بعيدا هذا هو النص التي ترسلها الصين إلى مواطني العالم فصاروخ الصين التائه هو جزء من التاريخ الحوادث الصينية الغير مشجعة كارثة من الصين ينتظرها سكان العالم من جديد الصين اطلقت يوم الخميس صاروخ قد يسقط خلال ايام الصاروخ يسمى بلانج مارش سنك بي الصاروخ يزن اكثر من عشرين طن وهو من اكثر القطع الفضائية التي قد تسقط على الارض بدون تحكم منذ عقود ولكن اين الصاروخ الان وهل يمكن التنبؤ بمكان سقوطه؟ بحسب عدة وكالات فضائية يدور الصاروخ حول الارض بسرعة ٢٨٠ ألف كيلومتر في الساعة وبمدار غير منتظم ويكمل الدورة خلال مدة زمنية مدتها ٢٠ دقيقة فقط اما ارتفاعه الحالي عن سطح البحر فهو فقط ٣٠٠ كيلومتر وهذا الارتفاع ينخفض بفعل الجاذبية الارضية التي تجذبه الى الاسفل وبالنسبة لازون فاش ممكن يطيح في هات الصاروخ؟ عندنا في الشمال اعلى الشمال عندنا بكين ونيويورك وفي الجنوب نيو زيلاندا وتشيلي وطبعا الدول العربية حين فهذا النطاق الله يحضر السلامة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة